إلى ذلك رأت مصادر نجافية أن خصوم الحنانة يعملون على منع أي تحالف مستقبلا بين الصادر وأي تيار سياسي وأكدت المصادر وجود خطة من بعض القوى الشيعية لتفتيت السنة والمسيحيين والكرد وحتى الأيزيديين بهدف تقوية فريق الفاسدين والمتحاصصين تمهيدا للانتخابات المقبلة وأشارت إلى أن الصادر يسعى لإعادة بنية التيار ليكون مستعدا لأي نشاط احتجاجي أو سياسي خاصة أن بعض القوى الشيعية قلقة من اختراق الصدريين لتظاهرات الموظفين المطالبين بسلم رواتب جديد أو حدوث تحشيد ضد الإطار التنسيقي في ذكرى اغتيال والد الصدر